يلسات سبوح لك انه برد عليهم الجو ساعة ظهر ساعة 12 كانت درجة الحرارة وصلت إلى 25 و 24 الجماعة كلهم راحوا يسبحون نحن يبرد الوقت ويلغين كلهم طلعوا وصلنا للسيتي سنتر على البحر هذا السيتي سنتر بسيط طبعا لا يرغي للدول الأوروبية الثانية بلد مرت عليها حروب كثيرة احتلالات ان شاء الله سوف نشرح لكم بعدين حاليا انا شوفوا اسحب شنطتي توني نازل من التكسي ودور لأوتيل الأوتيلات هاي اللي على البحر البحر طبعا علي ساري يا اخوان هذا نصب يبغي له مبصيانة يبغي لإزالة كاملة اخوان لا تزلوا انتر بعض التعليقات الواحد ياخذها بطريقة قريبة يعني اخوان والانتغاد ترى يعدل ما يخرب الواحد لما تندغد وتقول له فيك خطاش كده كده ومفروض انه يفرح لك ان انا حصل سب عودوا بالله اخوان اخوان نواصل التصوير في احلى شارع في الارنكا اللي على البحر بعد ما حطيت سنتتي في الوتيل وطلعت هذا الباص الحمر شوفونا الباص السياحي اللغطة من بلكونة الوتيل حظي لقيت غرفة مطلعة للبحر هذه اللغطة عن مدينة غبرص وهم شارع في غبرص اللي هو هذا شارع البحر على الميناء ميناء السفن هناك الميناء الخاصة من القوارب الخاصة نواصل جولتنا في اللرنكا البسيطة الجميلة هم بارعين في المشغولات الإعدوية الغبارصة عادي يقولون لهم الغبارصة الاتراك والغبارصة اليونانيين نسبة الى تقسيم الجزيرة بين تركيا واليونان نواصل معكم حلات عادية هم حلات راغية بعض المحلات الصغيرة هذا في داخل السوق داخل السوق داخل السوق هاي كل محلات المين واليسار شوية بعض الغبور بعض الغبور الغبور الساقفة الي مرة وعليها الكنيسة كنيسة قديمة جدا واشهر كنيسة طبعا كنالكم في الارنكا كنيسة القديس كنيسة القديس الي عازر اهم معلم اثري في الارنكا هذا مدحف الارنكا هاي خلع قديمة جدا نحن محولينها الى متحف الى البحر الطوالي من المباني القديمة جدا اثري وجنب المتحف شوفوا يا اخوان هاي منارة المسجد المسجد من اثار الاتراك محلات سفيرة ببنا تبا انا لديه ويجب ذكرت لبنان نفس شوارع لبنان لا بسانية شوي ارغب هذا النصب اخطف الميناء هاي غوارب ميناء السفن من هناك نشاهد هذه اللقطات مرة ثانية في نص المدينة ننص السوق يعني ست سنت عمالهم طبعا يا اخوان يا اسم غبرص من اسم الكبر النحاس يعني بالانجليزي كبر لان في فترة من الفترات الانجليزي حتلوا هالمكان وقاموا ياخدون يعني ويستخرجون نحاس بأعداد كبيرة جدا فيها الاسم حتى حتى باللاتيني اضمي هاي باللاتيني النحاس اسم كيبروس في اسم غبرص من هاي من النحاس يعني ثم قلنا لكم غبرص عبارة عن دولتين او قسمين قسم يوناني وقسم تركي في غبرص مثلا تتعدد ثقافات كثيرة عاشوا فيها الغبارص الاتراك وعاشوا فيها الغبارص اليونانيين فان صحروا مع بعض الفرق الوحيد بينهم فقط في الدين في الدين ولا كل تغريبا العداد متشابه شوفوا يا اخوان هاي اللي يحبون هالحركات حركات الطاولات وشاطرين فيها هاش سوال فاي نواصل التصويري اخوان مثل ما قلنا لكم يعني كانت قبل محروفة يعني هاي من قبل ستة الاف سنة تصوروا هال البلد هاي عمرها تقريبا ستة الاف سنة كانت اسمها قبل كيتون كيتون وبعدين طيرت الى قبرص واحتلها الانجليز وحصلت على استغلالها سنة 1960 من الانجليز حتى تشولين اليوم السيارات سواقتة نفس النظام البريطاني وعندهم عادة هني في قبرص لما تدخل مطعام اي مكان والتي عن ناس اذا شفت حاطين ملاعق فضية هذا دليل على الضيافة عندهم يعني شي مثل ما تقول مستورث ابن عن جد وصل وصلنا على السيق هنا تغريبا طبعا مثل ما قلنا لكم هذا افضل مكان احلى مكان في الارنكا هذا الكيلومتر طبعا قلنا لكم هذه غبرص تعرضت الكثير من الاحتلال والاعتداءات حتى صور حتى المصريين حتى المصريين وصلوها الفرس الرومان اليونانيين الاتراك الانجليز تصوروها كلهم من روعة لها البلدان ومثل ما خبرناكم من قبل هذه غبرص فيها خمس مدنة رئيسية بس افضلها طبعا نيغوسيا العاصمة وحين الارنكا هذه وليماسول وبعدين هناك في مدينتين ثانيات اللي هي بافوس نعم بافوس في الغرب الشمالي من غبرص غرب شمال وفي مدينة ثانية اسمها فاموغيستاء بس اهم شيء ثلاث من يعني الواحد من اي غبرص يحرص او زيارة العاصمة نيغوسيا والارنكا وليماسول هذا هو احلى ما فيها ان شاء الله باشر نشوفكم في العاصمة نيغوسيا والسموحة على التكسير هذا في تكسير هذا تغريرنا عن مدينة لارنكا و اي حاجة نحاضرين لأي سؤال يخطر في بالكم والسموحة منكم